اشتركوا في القناة ومعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال فمن أجل التعرف على هذه المحاضن والمراكز والمعاهد فلابد من الوقوف على هذه العناصر الآتية التعريف بمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني نشأته ورؤيته ورسالته وأهدافه ثم التعريف بمعهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال نشأته ورؤيته ورسالته والقيم وأهدافه أما نشأت مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني فقد صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك فهد بن عبد العزيز رحمه الله بإنشاء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني بالأمر الملكي رقم 339 تقسيم ميم بتاريخ 24-5-424 أما رؤية هذا المركز فهو حوار بناء لوطن مزدهر أما رسالته فهي تعتمد على تعزيز ثقافة الحوار واحترام الاختلاف والتنوع محافظة على الوحدة الوطنية وحماية النسيج المجتمعي من خلال التواصل الفاعل والشراكات المثمرة محليا ودوليا أما قيمه فهي تعتمد على التسامح والمشاركة والشفافية والحياد والمبادرة أهداف هذا المركز يرصخ المركز ثقافة الحوار وينشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية وذلك من خلال عدة من الأهداف أولا ترسيخ ثقافة الحوار ونشرها بين أفراد المجتمع بجميع فئاته بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على الوحدة الوطنية ثانيا مناقشة القضايا الوطنية من اجتماعية وثقافية وسياسية واقتصادية وتربوية وغيرها وطرحها من خلال قنوات الحوار الفكري وآلياته تشجيع أفراد المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني على الإسهام والمشاركة في الحوار الوطني الذي يليه الإسهام في صياغة الخطاب الإسلامي الصحيح المبني على الوسطية والاعتدال الإسهام في توفير البيئة الملائمة لإشاعة ثقافة الحوار داخل المجتمع وضع رؤية استراتيجية لموضوعات الحوار الوطني أما التوجيهات الاستراتيجية فهي تقوم على تعزيز ثقافة التسامح والتعايش ثم المساهمة في تحقيق رؤية عشرين ثلاثين ثم بناء علاقة فعالة مع المؤسسات الإعلامية والتركيز على الإعلام الجديد مد جسور التواصل مع المؤسسات الدولية دعم المشاركة المجتمعية للمساهمة في صنع القرار والسياسات العامة تعزيز إطار الشراكة مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني حوكمة وإدارة المركز ثم بعد ذلك تعزيز الموارد المالية للمركز أما معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال فيندريج تحته العناصر التالية التعريف بهذا المعهد نشأته ورؤيته ورسالته والقيم وأهدافه ثم القضايا الاستراتيجية نشأته أنشئ كرسي الأمير خالد الفيصل لتأصيل منهج الاعتدال السعودي من خلال فكرة كرسي علمي تبناها صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة حينما ألقى سموه الكريم محاضرة علمية في رحاب جامعة الملك عبد العزيز بتاريخ عشرين ثلاثة ألف أربعمائة وثلاثين بعنوان تأصيل منهج الاعتدال السعودي وقد قامت مشكورة جامعة الملك عبد العزيز عبر دورها الأكاديمي والعلمي الرائد على جميع الأصعدة والمستويات المحلية والإقليمية والعالمية بالإشراف على الكرسي وصياغة رؤيته الاستراتيجية وتنظيم خطة عمله العلمية والثقافية ووضع الإجراءات التنفيذية له سعيا للإسهام في نشر ثقافة الاعتدال في المجتمع السعودي وفي تاريخ الثلاثة عشر ألف واربعمائة وسبعة وثلاثين صدرت موافقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة على تحويل هذا الكرسي العلمي إلى مركز في جامعة الملك عبد العزيز باسم مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال والتي كانت بمثابة حجر الزاوية لانطلاق عمل المركز وفي تاريخ أربعة وعشرين واحد ألف واربعمائة وأربعين صدر قرار معالي وزير التعليم بالموافقة على تغيير اسم مركز الأمير خالد الفيصل للاعتدال إلى مسمى معهد الأمير خالد الفيصل للاعتدال بجامعة الملك عبد العزيز أما رؤيته فهي الريادة في تأصيل منهج الاعتدال فكريا وعلميا ورسالته ترسيخ منهج الاعتدال مجتمعيا عبر برامج تعليمية وبحثية وتوعوية وشراكات فعالة قيمه التميز والتكامل والتنوع أما أهدافه فبناء الشخصية المعتدلة للدارسين بجوانبها المعرفية المهارية والوجدانية ثم تعزيز جودة البحث العلمي في مجالات الاعتدال والأمن الفكري وبعد ذلك إحداث تأثير إيجابي في المجتمع ثم تعزيز الاستفادة من الخبرات الدولية المتميزة أما قضاياه الاستراتيجية فهي فكر ومعرفة وسلوك وصورة ذهنية ثم بعد ذلك تم الكلام وربنا المحمود وله المكارم والعلا والجود ثم الصلاة على النبي محمد ما غرد قمري وأورق عود تم بحمد الله هذا المقرر ونسأل الله جل في علاه أن ينفعنا به أولا ثم ينفعكم به إنه على كل شيء قدير وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد